إلى أخبار قمة العشرين المنعقدة في الهند حيث قال الرئيس البرازيلي لولا داسلفا عند تسلم بلادي رئاسة المجموع على القضايا الجيو السياسية ألا تخرج نقاشات التكتل عن مسارها في إشارة إلى الخلافات الدبلوماسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا قال داسلفا في ختام قمة المجموعة السنوية في نيو ديلي أنه لا توجد أي مصلحة في مجموعة العشرين منقسمة مشيرا إلى أن الأعضاء يحتاجون إلى السلام والتعاون بدلا من النزاعات كما أكد الرئيس البرازيلي أن بلاده ستدعو الرئيس الروسي بلاديمير بوتين إلى المشاركة في قمة العشرين المقرر عقدها في ريو دي جينيرو العام المقبل وأنه لن يقبض عليه إذا قرر حضور هذه القمة